وكان وفد أممي رفيع المستوى وصل لهم إلى مطار عدن الدولي قادما من جيبوتي في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤولين أمميين إلى الولاد منذ السادس والعشرين من مارس 2015 ويضم الوفد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس والمدير التنفيذي لمنظمة الطفولة يونسيف أنتوني ليك والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمية ديفيد بيسلي وتأتي الزيارة وفقا لوكيل وزارة الصحة علي الوليدي في إطار الاطلاع على الأوضاع الإنسانية المتدهورة والوقوف على حجم المأساة التي يعاني منها الشعب اليمني جراء حرب ميليشي الحوثي وعصابات المخلوع الانقلابية وسيلتقى الوفد أعضاء الحكومة الشرعية ومدراء مكاتب تلك المنظمات في اليمن ثم العودة إلى جيبوتي مجددا قبل الانتقال إلى العاصمة صنعاء بسبب عدم توفر خط رحلات مباشرة من عدن إلى صنعاء ومن المقرر أن يناقش الوفد الأممي مع المسؤولين مسألة تسهيل وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومناقشة الاحتياجات الطارئة وتوسيع نطاق الاستجابة لدعم اليمن بحسب مصادر أممية سابقة شكرا شكرا